يصف الكتاب المقدس المرأة أنها زيتونة خضراء مزمورة 52 آية 8 ولكن الوصف هو في أرمية إصحاح 16 آية 11 زيتونة خضراء ثمر جميل الصورة دعا الرب اسمك كما أنه كرمة مثمرة أيضا زيتونة خضراء ذات ثمر جميل وعندما جاءت واحدة من النساء قالت للمسيح طوبة للبطن الذي حملك والثديين الذي رضعتهما واضح أن الله اختار القديسة المطوبة مريم العذراء أن يأتي المخلص مخلص البشرية كلمة الله من أحشاء المطوبة المكرمة مريم العذراء والرب يسوع اتعامل مع نساء كثيرات في العهد الجديد يعني مثل نازفة الدم التي تجرأت ولمست هدب ثوبه ثم قال يسوع لها إيمانك قد شفاك اذهبي بسلام أو المرأة الخاطئة قال للمرأة إيمانك قد خلصك اذهبي بسلام لوقى الإصحاح السابع ويعوزني أن أتكلم عن نساء كثيرات اللواتي تبعنا الرب يسوع وخدمنا الرب يسوع من أموالهن والنساء اللواتي ضحت مثل مريم المجدلية مثل مريم أم يسوع مثل مريم التي من بيت عني أخت العازر ومرث أيضا ونساء كثيرات عملنا حسنا أما أنت ففقت عليهن جميعا المرأة المتقية تمدح ويعوزنا الوقت أن نتكلم عن أوصاف وأوصاف للمرأة فالمرأة مخلوق عجيب فريد متميز وفعلا هي في مخطط الله وفي ترتيب الله أحبائي بتأمل أن هذه المقدمة أن أعطت وضوح عن فكر الكتاب نحو المرأة لأن للأسف إلى يومنا هذا ما زالت المرأة تهان وما زالت تقبح ويقلل من قيمتها وكم من النساء اللواتي يضربنا ويهجرنا وكم من النساء اللواتي يهملنا سواء في الميراث أو في الشهادة أو حتى في المجتمع بيوصف النساء كل أنواع بينعتهم كل أنواع الصفات التي لا تقوم على المرأة ولأنها مخلوق عجيب يكفي أن نقول مخلوق على صورة الله الأدبية والروحية فنعاوز أشجع المرأة التي تشاهدني أن يسوع أحبك وعطاك ميزة خاصة في مخطته ولك مخطط رائع أن الرب مش ناسيكي ولا مهم لك انطفضي قومي استنيري استيقظي لأن الله عنده مخطط أروع وأكبر حتى من المخطط اللي أنت رسمتي لحياتك أحبائي سأعود بعد هذا الفاصل القصير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر